عقيت نفسك في نص الملعب أحسن ولا زي الأيصر؟ يعني في الاثنين؟ لا اه لا انا كنت يعني لماذا حبيته أكتر كموزية وأنا محلل؟ والله سدقني الاثنين بس دي حاجة ودي حاجة فعلا مفهوم دي حاجة مفهوم زي مركزين اللي في الملعب دي حاجة ودي حاجة بس انت في مركز بتحبه عني التاني لا انا استمتعت بالتجربة جدا وعلمتني كتير وفي الأول كنت هاي بموقف فكرة انت تبقى انت المسؤول لكن بعد كاما تعودت الحمد لله وسمعت إشادات من الناس حوالي فالحمد لله حسيت ان الأمور بقيت تلاقي شخصيتي ميزة الموزية انت بتطلع شخصيتك الحقيقة يعني انت بتطلع مضمونك وجدانك طريق تفكيرك اه بتطلع لو ليك مواقف فيه لكن انت التحليل بتتسئل وساعات بترد في حتة فنية في حدود الأمور الفنية حتة تحليلية بحثة ما بتبقاش فيها المرونة ولا المساحة الكاملة انت حتى طريق السؤال مختلف يعني ساعات طريق سؤالك انت بتسأل الضيف بيبين شخصيتك أو بيبين طريق تفكيرك فهي دي بس الفرق طبعا فعشكي أقولك الفرق كبير جدا مفيش تقدرش تقارن لكن الحمد لله أما دخلتها يعني لقيت ان انا يعني حاولت اكون انا وكنت مسر ان اكون يعني انا اللي هو بتفكيره بشخصيته فيه طبعا مؤامات وفيه توازنات وده طبيعي في أي حتة في الدنيا بس دايما ما بقرجاش عن المنطقية وعن الموضوعية يعني فكان هي دي خاصة كموزيع بقى كان ايه أصعب المواقف اللي اتعرضت لها المحرجة الكوميدية اللي بجد يعني ايه اصلا الموزيعين كيف فيه كواليس من الاشهادة بلا منها يعني فيه ألف حاجة ممكن تلغبط لك كل أمورك تفتكر حاجة منهم عشان الناس تشفك علينا شوية بص انا قبل ما اشتغالها مكنتش فاهم قوي يعني لما اشتغلتها بقى لا لقيت ان فيه كواليس انا عايز اقولك ان انا اول فترة كنت بطلع جسمي مشدود يعني مكنتش فاهم موضوعها فما طلعت مثلا بعد اول اسبوعين تلاتة مكنتش تغال هوا مثلا الهوا ده يقولك يا جماعة دي رصاصة اللي بتطلع خلاص ما بترجعش كلمة خلاص فدي ده مسئوليات دي كلها فجأة انت مسئولة تتكلم مع الناس كلها وثلاث ساعات فقد قصة مش سهلة يعني صحيح ففي الاول عايز اقولك انت بطلع جسمي واجعني يعني لغم ان انا قاعد اه لغم ان انا قاعد اه لغم ان انا قاعد وتلفونات بتيجي وكلمة بحساب بتبقى نفسك مركز جدا من كتر التركيز بتبقى الحقيقة يعني ممكن كتر التركيز تغلط بس الحمدلله ربنا يعني يوفقني فيها لكن في بقى الحاجات اللي هي مفاجآت ايوه يعني مسلا لمبة تضرب الحاجات اللي هي دي مسلا اه لقى نفسك سابت فانتغيز تكون لازم تكون مسلا ضيف فجأة على الهوا يجيلك ان هو رجل متحرق لكن فجأة عمل حادثة ما مفيش ضيف مفيش ضيف تكمل هوا اه دي بقى قصة برضو كالتانية مالهمش علاقة بالقصة دي هو انت شغل انتك تكمل الهوا وفي بقى فكرة حاجات اصعب بصراحة ممكن يبقى انت عندك مشكلة في حياتك اجتماعية مثلا اه ايوه وتبقى طالع لازم تبقى يعني ايه لو هو جاي مودك وحش وتعبان ومتنرفز ومتعصب ويمكن عايز تعيط بس كل عايز تتحك بقى عالية ولازم تطلع في معادك اه فتطلع في معادك انك تطلع بنفس الوش الناس متعود عليه او تقول كلام اللي هو لازم تكون كلام موضوعي مثلا مهم وتذكروا قبل ما تطلع حاجات دي كلها طبعا طبعا مذاكرة اه لأ انت لو عندك ظرف من المناسبة يعني لو عندك ظرف وبتشتغل شغلانة غير الموزيع هتقول مثلا مالش يا جماعة هتأخر ساعة لحد ما الظار في الهوا مفيش لا يمكن انت لازم تطلع في معادك اه ومناش دعو بالظروف فديكت من ضمن أصعب الحاجات ممكن برضو جالي بقى الحاجات اللي كانت طريفة شوية جالي مكالمة من الناس من دول أشققنا مش هقول بقى دولة ايه بس من دول أشققنا مش هعرفة فهم كلمة بالكلم عربي بس مش هعرفة فهم كلمة لكن بتاعته مختلفة عن نمك بالكنا بتاعتي حاجاته اللي كانت بالنسبة لي برضو فيها صعوبة شوية انت عايز تحوره بس انت مش قادر تفهم اه لتاخد وقت شوية على ما حد يمكن يوصل لكلمة نقصة او حاجات دي كلها كانت برضو من ضمن الحاجات اللي تتعادي تبقيقوا الصحابات طيب